فيما وصف بالتصعيد في ملف إيران النووي توعدت إيران برد فوري حال اتخاذ الدول الغربية قراراً يدعو طهران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي هذا الموقف غدا تتأكيد الولايات المتحدة أنها تعد مع ثلاث دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبرطانيا مشروع قرار يحض إيران على التعاون الكامل مع الوكالة بعد إعلان الوكالة هذا الأسبوع أن طهران لم تقدم إضاحات وفية بشأن أسباب العثور على أثار مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس أكد سابقاً أن لدى واشنطن مخاوف جدية للغاية لأن إيران لم ترد بشكل موثوق على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية نؤكد دعمنا الشديد لجهود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية لحث إيران على الانخراط في مسار التعاون المطلوب بشأن توضيح وحل جميع قضايا السلامة العالقة وقال وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع مسؤول سياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن بلاده ستتخذ رد فعل قوياً وفورياً حال قامت واشنطن والدول الغربية بعدماد القرار واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن إعداد الدول الغربية لمشروع القانون يتعرض مع الممارسة الدبلوماسية ووصفه بالمتسرع وأنه يعقد مسار التفاوض وتشهد المباحثات بين إيران والقوى الكبرى الهدفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي حالة من الجمود منذ فترة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر